السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدنا ايوالاحباب الكرام ويسعدنا ان نفتح خطوطنا الهاتفية لاستقبال مهتلاماتكم وتلقي اسئلتكم في هذه اللحظة كنا مع مكالمة من خارج ارض الوطن سيدة تقول بان امها مقيمة في فرنسا وتلتعش في امن الله وحزبه لكنها قدر الله تعالى شاء وان اصيبت بمرض كوفيد 19 اصيبت بفيرس كورونا وطبعا لكبر اسمها المناعة ضعيفة وبعد المقاومة والعلاج شاءت قدرة الله تعالى ان هذه السيدة تتوفى توفيت وبقي هذا الامر بقي حديث جدا السيدة تقول بان الام كانت عندها وصية وصات ولادها قالت لهم انا الان في فرنسا ولا قدر الله تعالى توفيت امان عليكم جميعا انكم لا تدفنونني الا في ارض الوطن في ارض المغرب وبالضبط في البلاد ديالها قالت لنا كان حب ارضي وكان حب جدودي وكان حب اهلي وحبابي وبغيت هذه الارض هي اللي ندفن فيها انا مخرجت منها الا لضرورة وبغيت ربي عز وجل يلقاني فيها وانا متوفية كانت كتوصي هذه الوصية ولم تكن تدري بان هذا الوقاع توقع الان وقع الذي وقع وانتقلت الى الرفيق الاعلى الابناء محتارين هل ينفذوا الوصية دلمهم ام انهم يخضعوا للامر الواقع الامر الواقع لا يكاد يرتفع لانه شديد هذه ظروف استثنائية خاصة الاصل هو ان الانسان ينفذ وصيته هذه في الامور العادية المسلمون عند شروطهم والوصية ينبغي ان تنفذ لكن عند ما تكون هناك ظروف اضطرارية او ظروف حرجة جدا ف ربنا لا يكلف نفسا الا وسعها من خصائص هذه الشريعة الاسلامية استمحى ان الله سبحانه وتعالى اسمه العفو وجعل لنا دائرة العفو الشريعة عدنا الحرام وعدنا الحلال وعدنا دائرة العفو الحلال الرهبي والحرام بي وعدنا دائرة شبهات بعد منها وعدنا دائرة العفو هذهك ربي عفا علينا اش نهي دائرة العفو هي لك التح في ظروف استثنائية ومن ثم قال ربنا عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاب فلا اثم عليه اللي كان مضطر يفعل واحد الامر رغم انه عنده شروط وعنده وصايا ولم يستطع فلا اثم عليه الاثم اللي احنا خيف منه مرفوع ومن ثم قال الفقهاء قواعد فقهية قالوا الدرورات تبيح المحضورات الشيء الذي كان ضروري يصير مباحا اذا كان محضور ولكنه مسى ضروريا يصير مباحا فهذه سيدة هذه نحن في سيناريوهات واختيارات اما اننا نقبل بدفنها هناك في ارض فرنسا سنكون خلفنا خلفنا الوصية دلها اذا بغنا نفض الوصية ونجيبها الى ارض الوطن ما سنقدروش ما عدناش لاستطاعها هناك الان الحضر دل الجو الطائرات والمطارات كلها متوقفة الناس يريدون يشغل عند عائلتهم من مدينة لمدينة وما قدروش ولت اجراءات عسيرة كان من قبل السلطة اللي بغي يمشي غير من مدينة لمدينة بغي يمشي غير الاسفية ولا الجديدة ولا المراكش ولا الارباط كان تشغل قيد كيف تكون قصة استثنائية كيف تشغل بل الان مدقشت شي ولا خلص القيد يدفع للعمل والعمل سيفط المدينة الأخرى وتقول له وش عندكم الموافقة من عندكم تمام اللي قد تستقبلوا واجراءات كبيرة عادي جل القرار هذا كله حفاظا على سنامة وامن الناس وارواحهم غم المدينة المدينة فما ضمنك من دولة الى دولة هذه ظروف استثنائية حارجة قد يقول قائل ماذا علينا ان نفعل علينا هناك فتوى لمجلس الافتاء الاوروبي هذه الامر كلها صارت فيها فتوى جاهزة لا يحتاج الانسان ان ينقب هنا ولا هنا فتوى وضعها علماء اجلاء معتبرين المجلس الافتاء الاوروبي هو كجمع تلة ونخبة من العلماء في اوروبا باسرها من فرنسا من بريطانيا من اسبانيا من المانيا تجتمعوا فيما بينهم وكسروا الفتاوى الخاصة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج او الجالية المسلمة عموما من جميع الدول وقد طرحت مثل القضايا كثيرة علي وكان الجواب المقنع وهو ان هذه الضرفية لا يمكن الانسان الا ان يدفن في الارض التي مات فيها لا تدري نفسون باي ارض تموت لابد ان يدفن هنا في هذه الارض من خليهش الجسم يبقى لماذا لاخرنا في الموقع بني ادم احياء واموت فعلينا ان نقوم بالتعجيل بالدفن ره النفس الى بقى في المورد ركنا عدبوذك الميين رملك يموت الانسان ره الجد كتبقى بالدين والروح تأتي ملائكة وتغسلها وتكفنها وتصعد بها الى بارئها وربنا عز وجل انتذب ملائكة في السمكة تقول يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بكل ليلة كتبت في مقامها في البرزخ والجدة واش نخليها تبقى تتحلل او نخليها في المورد في اللاجة والقضية مكلفة والظروف السبنائية الحكم الشرعي الذي افتبه المجلس الافتال الاوروبي وهو ان الانسان يدفن في الارض لمدفها احدا منهم من قال كلام اخر بعض مرات كالقول المدافن للمسلمين اللي هي بعيدة او انها غالية ثمن او انها عمرات فماذا نتعل هنا المجلس الافتال الاوروبي افتبه بمقابر عمومية ما الميز بين هذا مسلم وهذا يهودي ودنصران هذا كله هذه جائحة اثناء الفترات الجائحة او الحروب او الاوبئة او الاعصارات لا قدر الله او شي ضواهر كونية ارواح هنا الاحكام دل المقابر ما تبقاش متششددين فيها كان دلوا مقابر عمومية نسمع فيها كل خلق الله وكل يبعث على نيته هي عموما دك لجتة را هي جتة راك ربك ما بغى الروح هي الاساس الروح صعدت الى بارئها وهي الان معززة مكرمة عند بارئها وتلقها احبابها واقاربها يرحبون بها في المرزخ اما الجتة فيسرعا ما سوف تتحلم وربنا عز وجل يوم القيام يوم بسنري بسا اخر الان ده ما كان قولت الاخت الفاضلة والعائدة كلها الان محتارة في امرها كان قولها لا حرج عليكم لا حرج عليكم انكم دفنوا الام ديالكم في ارض فرنسا والافقار التي تقعودكم غير وسوسة شيطانية وسوسة هي الان لو قيل لها وسولناها ستقول لكم لاولدات ذلك الوصية انا قلتها في ظروف عادية لم اكن اتوقع بان هناك كورونا وهناك جائحة وهناك انحباس المطارات لم يكن اتوقع هذا الامر وما تدري نفسهم باي ارض تموت قد يقول قائل اندفنوها الان في فرنسا ومن بعد نتحيي الجائحة للكورونا للزروفات من جديد ونجيبوها للمغرب هذا كله لا ينبغي ان يقع هذا فيه تعذيب للميت وفيه اهانة لكرامته الليغي انفع الميت ماشي الارض لتنفيها الليغي انفع الميت هو العمل صالح اذا مات ابن ادم ان خطع عمله الا من ثلاث فعليكم هذه العائلة انها تنفذ بسرعة دفن هذه السيدة في ارض فرنسا اكرام الميت دفنه ثم نتصدق عليها وندعو لها بالرحمة والمغفرة والرضوان والامر لله من قبل ومن بعد وعزاؤنا وعزاؤكم واحد في كل من فقدناه من الاحبة سواء داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن ونبشرهم بانهم شهداء اللي يمت في الجائحة هكذا هو شهيد عند الله تعالى والشهيد لا يعدب في القبر بل انه لا يشعر بألم الموت الا كما يشعر بوخزة الابرة لا يشعر بألم الموت الا بوخزة الابرة واذا دخل الى قبره ما عنده عدب قبر عنده نعيم يفسح له في قبره مد البصر ويقال له نم نومة العروس في خدرها ثم انه الزمن الفاصل ما بين موته الى يوم القيامة يطوى يطوى الزمن حتى انك يبقى غير ليلة او يوما او بعض يوم ثم يقصوا له بوعت الزمن يتوقف وخدر ملايين السنين هنا اليوم القيامة الله اعلم كان باقية هو بالنسبة اليه يوما او بعض يوم يقضي غير ليلة واحدة في القبر ليلة الثانية يحل عينيك يقلق القيامة قامت طوية له الزمن ثم من يبغي الناس يدخلوا الباب الجنة وشد السربيس والصفوف هو لا يأخذ هذا الصفوف هذا يدخل الجنة مباشرة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب وكيعطي الله مقام الشفاعة يعطيه سبعين من اهل بيته يشفع فيهم من العائله الاحباب والمقربين وكيعطي الله مقام عالي في الجنة حتى يقول الله تعالى ما يدخل الجنة يعطي الله هذا الكبير دي النعم ودي الخيرات يقول الله تمنى علي تمنى علي اش بغيته يقول انهار انهار من ماء غير اسم وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسر مصفى خير كثير هذا ملك عظيم يقول يا رب تمنى علي تمنى علي يقول يا رب ان كان ضروري ان اتمنى عليك هو ان تعيدني الى الدنيا فاتعرض لهذا البلاء واصبر اصبر كما صبرت واتلقى المزيد من العطاء والاكرام فكريم بغيته اقول الاحباب الكرام ارتفنوا رحمة الله واسعة انكم تتعاملون مع اله اسمه الكريم واسمه اللطيف واسمه الرحمن الرحيم كاتب على نفسه الرحمة كاتب على نفسه الرحمة رحمة الله تعالى هي لكين فقط شيء اخر رمكينش تعزاؤنا وعزاؤكم واحد ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وان لا نقول الا ما يرضي الله وان لله وان اليه راجعون العرفوا جميعا ان بلادنا كتمر هدل الايام بظروف استثنائية والمعروف علينا كنديروا يدينا فيد بعضياتنا باش نتعاونوا وانتضامنوا هد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشيامنا كامغربة اللي وردناها على أبائنا وجدودنا واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كي حدنا على التآخي والبدل والإحسان وحيث أملنا فيكم كبير سمعنا وكون معنا وخليك في الدار باب التبرعات مفتوح اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسنناش بلادنا أمانة فرقبتنا وعندها دين كبير علينا وفي هدلوقت اللي خاصة نكون غير بحرارة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة